خمسة شهداء خلال 24 ساعة هي حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على جنوب لبنان إذ ارتقى ثلاثة فتية من الجنسية السورية في غارة نفذتها قوات الاحتلال على أرض زيرعية في بلدة أم التوت كما سقط عدد من الجرحة وسشهد شابان إثر غارة مسيرة إسرائيلية على طريق كفرتبنيت الخردل في النبطية وتزمن هذا مع قصف متفعي إسرائيلية بقذائف من العيار الثقيل على أطراف طير حرفة وعيت الشعب وكفر كلاة كما تجدد القصف على عيت رونة وفي الساعة الماضية شنت الطائرات الحربية غارة استهدفت بلدة راميا قرب مستوصف البلدة فيما أغارت متفعية الاحتلال بصاروخين على بلدة حولة في قضاء مرجعيون وفي سياق استهدافها المنشآت العامة ومقاومات الحياة في قرى الحدود الجنوبية أغارت قوات الاحتلال على بلدة يارين مستهدفة محيط خزان مياه البلدة وكانت في وقت سابق قصفت محطات توزيع كهرباء في مناطق الجنوب زينة عبد السامة التليفزيون في الأسين بيروت